السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف كنتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير بأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله كما كنت لاحظوا معيني وان شاء الله قد نشارك معكم هذه الحريشات اللي يجي وغزالين بزاف وكيجي ورطبين مكونات جدا جدا اقتصادية وطريقة مبسطة اشتركوا في القناة وضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد في القناة ونزل بالمكونات وطريقة تحضير الوصفة دعوكم معي بإذن الله نبدأ معكم مباشرة بالطريقة التحضير ونذكر لكم المكونات ونخلي لكم ان شاء الله المكونات مضبوطين في صندوق الوصف نبدأ على بركتي الله ندير ستاديا للكيسان العنبة ديال السميدة الرقيقة اللي كنصيبو بها الحرشة ماشي سميدة المتوسطة وماشي الفينو لأن السميدة المتوسطة تكون شوية قريبة السميدة الرقيقة فمن يريد أن تقدمها ناخد السميدة اللي كتكون الرقيقة نغرب هذه السميدة نكمل كمية السميدة الكيسان اللي خاصة فمن بعد ناخد كأس إلا ربع مخلط مبين الزبدة المدابة ومبين الزيت كما تلاحظوا معي الكاز اللي عنبه كأس إلا ربع فإذا كنت تخدموا بزبدة من أصل حيواني قمت بالنصف كاس مخلط المصارات ما بين زبدة وما بين الزيت إذا كنت أكثر على كأس إلا ربع مخلط ما بين الزبدة من أصل حيواني والحريشة فالحرشات قليلا يعدي豈ط هذا النقطة ن magبين الزبدة من أصل حيواني ومصف كاس مخلط زبدة من أصل حيواني ضيف الربيع نضيف الملح نضيف جوج اكياس من سكر الفاني نضيف جوج اكياس من الخاميرات الحلويات 16 جرام في مجموع الخاميرات الحلويات نضيف ثلاثة ديلا معلقة السكر و معلقة العسل نضيف نصف الكمية نضيف السكر و نصف معلقة العسل نضيف السميدة نضيف الحليب نضيف تقريبا ثلاثة كيسان الحليب على حسب النوعية السميدة نضيف السميدة نضيف السكر نستخدم الجزء الماء شوية مرخوفة أريد شربي سميدة أضع جميلة يجب السميدة يجب السميدة نضيف السميدة نخذ السميدة تحديث السميدة حجم الكورات في 70 غرام لن يأتي الحرائشات رقاق حيث نعمرهم بالشكلات والعسل لا تقسمونه 70 غرام لا يأتي الحرائشات رقاق كيف ترسل الحرائشات كيف ترسل الحرائشات دور الماء يجعلون الحرائشات يجعلوننا محمرين كما نعمر الحرائشات ضروري كيف ترسل الحرائشات هذا الماء يجعلون نظر أن يساعدنا على تحمل الحرائشات والمقلة سوف تكلم بسعري حيثت النار حيثتك وحكثت نار ويسح لدينا المقلة حيثت النار ونفقت نار حيثت تكرار القليل ونفقت بالكسجن نقوم بإضافة النار إذا كنا نأخذ كرة من الحرشة نفندها في سميدة رقيقة مضيفة إضافات كما أخذت لكم هذا الماء الذي يبقى في الدينة نجد الدينة فازقا بالماء ونشكل الكرة الحرشة كما أذكرت لكم وزن الكرة كما أسبق 90 جرام كما نقوم بإضافة الحرشة كما تلاحظون معي فهذه الحرشة لا نقلبهم حتى يبقى يبقى مع الجناب الحرشة في الأسفل كما تبقى مع الجناب يمكن أن نقلب الحرشة يجب التحمير من الجهات نستمر حتى نكمل الكمية كلها كما يكون جزء وزدت النصف كمية المساعدين لأنه يجب التحمير من الصعب يجب التحمير منهم ويجب التحمير من الصعب يجب التحمير من الصعب تنفيذري لم يتسبب الحرشة نطلق بكم في مرحلة التالية نقلب هذه الحرائشات دعوكم معي بإذن الله كما تلاحظوا معي أخواتي بعد ما كملت الكيمية كلها سينت على هذه الحرائشات حتى نشفوا مزيان على قلبتهم يجيون محمرين من الجهات بجوج مستوى واحد لاحظوا معي نقلب الحرائشات في المرحلة الأولى سوف نقلب الحرائشات حتى يبقى أنه يجبون تحمل حرائشات يتحمل حرائش ويقوموا بإذن الله في شكل نهائي فتبقى أخواتي دو الشكل نهائي الحرائشات اللي شاركت معكم اليوم في المقلان إن شاء الله تجربوهم بصحة وراحة ويناء إعجابكم يجبون الغزالين ورطبين إن شاء الله تجربوهم بصحة وراحة ويبقوا معتمدين ممكن تحتفظوا بهم في المجمد كما سبق وذكرت لكم نخدموا واحد الكيمية وضعوا في واحد العلبة لتسد مزيان ونحتفظوا بهم في المجمد ويبقوا بحلي الله طيبناهم في نهارهم فقد نخلي لكم إن شاء الله القطرة الدائرة اللي ترسيت بها الحرائشات باش يجيكم القياس هو هدك ديال السبعين غرام اللي اعطيتكم القياس ديال الحرائشات فبالنسبة للأخوات اللي يتخدموا الطلبيات فهذه الحرائشات هدو مني سنخدمهم فالطلبيات ندفعهم بدرهم ونص الحبة الوحيدة وهذا هو الشكل ديال الحرائشات من الداخل حاولت نقصر معاكم واحد الحبة باش نقرب لكم للصورة أكثر فكيجيوا هدو الحرائشات هدوهم فرعكين وتيجيوا ورطبين بواحد الشكل كبير كبير بزاف تيبقى لكم نختيار في التقديم باش مبغينا رافقوا ديال الحرائشات هدو الرافقوهم واي حاجة أخواتي اي حاجة أخواتي ما وضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوا لي إن شاء الله في التعليق نجاوبكم الهاي بإذن الله نشكركم شكر كبير بزاف زاف لحسن المتابعة ديالكم على تعالكم زمين اللي تخليوا لي وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي مبقى ليلا نقول لكم صلى الله في رأسكم بزاف زاف وإلى رقائين آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته